مصري خايف على بلده. لك انت النهاردة راجل بتعمل استيس مرة اسمه انا قلت الكلام ده. حياة اصغر مواطن في مصر اهم عندي من مشروع قانالة السويس. لان مشروع قانالة السويس هاداك هتعمله. مادام حطيت في دماغك وتطلع الفجر كل يوم. الناس تبهناك وروح ترايح الفجر فجأة. وانا شفت يوم اللي افتتاح. وانا حتى قلت ملحوزتيني اوائل. وده ممكن نخلى الناس بتوع مؤسس رياسة الجنية كلها كلمتني في العالم العربي. ورئيس الوزر والوزرية الداخلية والجنزوري. انا كنت انتظر. وانا مكنتش يعرف حسن مبارك لما عربيتي اتقلبت عنده توخ وكان معي زوجتي واحمد مرتدى وامير ابني وحفظتي آآ نور. مكنتش عارف حسن مبارك اصلا. عمنا شفته. يوتو بيكلمني الصبح. ارى في المساء بيتطمن عليه. انا كنت اتمنى ان الراجل الرئيس اكبر نادي او امن اكبر اللي عندها في مصر والعالم العربي والشركة الاوسط. حد المؤسس الرئيسة يرفع سماع التليفون يقول لي ايه اللي حصل لك? ما لك. مش يمكن اعمل تمثيلية او فيلم او فيلم. مش كده? حتى يطيب خطري. لان نضرب عليه الرصاص في بلدي. لا وهو اطلاقه الرصاص على رئيس آآ. وانا كنت رجل هذا هو انا كنت مرشح رئيسة برضو. حدث ليس عادية. بالزبط كده. بقول لك العالم كله كلمني. جميع وكالات الانباء العالمية. فانت الراجل انا برضو لي عتاب. هزي المؤسسة. فين احمد علي? مكلمة من لو عباس. واخد بالك. اتمنعنا علي. زي ما الدكتور جنزوري عمل وبريم محلب عمل. ووزير الدخلية مرتين عمل. وزير الدخلية اتصل بك بعد الحادث. مرتين وحبابي الزين دي كلمني. والسفير السعودي يا احمد قطال. الناس كله. انا من. ورئيس الحكومة. ورئيس الحكومة. رئيس النادي الهلال. كل رسالة الاندية. هنا في مصر العالم العربي. اتمنوا عليها. كنت منتظر المكلمة. لان انا كنت بعمل ايه? وانا كنت بلعب كرة. انا كنت بعمل زي بحاجة بشتغل انا كنت بعمل في مؤسسة. انا الناس انتخبوني جماعة عمية. بعمل انشاءات في النادي اللي انا انتخبت فيه. لما انضرب عليها رصاص وانا بعتبر وسيب شغلي ومكتبي وانا بقد عملي. انا هنا لازم اعتب. وانا بتكلم من منطلق محبة. لانا كنت منتظر يجيلي تليفون. زي ما كل المسؤولين دول. والشعب العادي في ناس طبعا شعب عادي مش اقولك. محمود عبد العيز وعزة علي. لكل الناس دي كلمتني. خلي بالك. بلا السناء بتتطمن علي. خلاص. انا روحت العزة مبارح. اه او والد اه رامز وياسر جلال. العزة كله تلقى عشان يتطمن علي. محمد فاضي. كل كله على كل الناس. حتى الجمهور الناس العادية. انا كنت منتظر ان المكالمة دي لانها تطيب خطري. لان انا هو انا هو انا هو. هو اللي ايه بيني وبيني الاخوان. ان انا قلت كلمة حق في زمن ضلال. قلت كلمة يا سادت الرئيس في كل وقت كان خايف يتكلم. رفعت اوضايا على محمد مرسي. في وقت كان خايف يتكلم. الوحيد اللي قال لي محمد مرسي ابن عم متاجر مخدرات هو موجود كان مرتضى منصور. الوحيد اللي كشف اسعد الشيخة في عز جبروت محمد مرسي هو موجود كان مرتضى منصور. اللي كان بيعمل صفقات مع رجال اللي عمال برة هو محمد محسوب. فانا ده عتاب بقوله لان حزين. يعني عتاب ولك الحق فيه لكن يمكن ان تكون لديهم بعض المباريات المتعلقة بالانشرال. ربنا بص ربنا يا وفاقو. بص يا بص يا واقل. هو قال لي الراجل ده كلمة. لما قلوله انزل الانتخابات بتاعهم انا مش لوحدي. يعني اذهب الى ربك. لا مفيش الكلام ده. كلكم معي. احنا عايزين نبقى معا فعلا. وهو كلمة دايما يقولها يقولك اشتغلهم. الراجل ده في خلال ما هو. انا قعد افكر كده. انا مسي في نال زمالك عملت المبنى اجتماع بلوط 9 سنين. خدت رخصة 6 اكتوبر. عملت اربعة حمامات سباحة. الشغل ده يبن من اول يوم اللي عايز يشتغل. الراجل ده من اول ما جاء بيعمل يبقى. مشروع عملاك هو قانال السويس. اللي انا بدعو كل مواطن مصري عنده اضخار في اي مكان يشتري شهادات سمار للبنك ده. ليه? لان ده مشروع. مشروع. انا شوف احنا بنفخر بالسد العالي. بنفخر في قانال السويس. بنفخر بالاهرامات. انا بعتبر مشروع قانال السويسي جديديا هي هرم من الاهرامات. وزي السد العالي يمكن من شروق اضخم. فبقول لشعب مصري من فضلكو. بدأ ما احنا قعدوه نشتكو كل شوية. اديكو شفتو قرابة بتقطع ليه? مجموعة من الموظفين الخوانة. ومجموعة من الارهابيين. هم اللي بفجروا احنا شوفنا. تمام? بقول. هنتحمل. سادة رئيس هنتحمل. بس حضرتك الامن لازم يرجع. عشان يرجع. لازم حالة الطوارئ للمجرمين البلطاجيه الارهابيين. حضرتك الوقت لما بتحصل خناقة تحت في المترو. بيطلعه انت عارف الفرد بيدربه بعض في المترو. تمام? فانا ده دي طلباتي من الساد رئيس الامن. وفي النهاية الاعتابة اللي ازو كنته لا يمنع احترامي وتقديري ومع ذاتي ليه? لان راجل ده عادتها معه ثلاث مرات. شخصية وطنية مصرية. يعني لما تعمله كده ينزل وطنية مصرية. تمام? وبقول لناس اللي معه تابعا انت شايف ابراهيم ما احلم شغل الراجل الاربعة عاش نسعبك. لا بينما هو لو رزة بتاعه. لو الشعب بتاعنا اشتغل زي ابراهيم ما احلم ما هو شغل. واخد بالك. مش انت بتاخد اجازة في الايد مثلا اجازة تايد ثلاث تيام. طب ما نلضوا معهم خمس وجمعة. طب ما نلضوا معهم بقى كمان ما تدينا خمس جمعة اللي بعديها. بتلاقي نفسك واخد اجازة عشر تيام. وقا انت قولك طب الانتاج طب انت مش عايز تشتغل. اشتغل. ال 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 انت عايز انا كراجل سعودي او مستثمر كويتي او امارات الناس المحترمين لو فيه معنا دول معنويا وماديا. انا عايز استثمر. بس لما اجا استثمر مش عايز اجيب عامل مصري يرحمه قفل المشروع ويقول لي ايه يتزودني امشي. واخد بالك اعطر عجلة الانتاج. كل فترة اتهت سيني فاتتون انت عارف طبعا حصل ده. حتى مع المستثمر المصري مش العربي بس. انا في النهاية بقول له. في الجزئية دي. البلد بلدنا رجعت سنين تترويه لورا. السنة بتاعت المرسي. واخد بالك. هو ما خانش واخد باله. والله العظيم. بقى تاني. اول واحد قال ان المرشد. وخيرة الشاطر. والتالت اسمه الراجل اللي هرب درع غزة. اسمه ايه. اول واحد هرب. كان بيعملو قرار الصبح. الفجر يعني يا ملو. بقعتول محمد مرسي. يمضي. كرات المصري بتاع البلد. يمضي. مفيش رئيس جمهورية كده. وعشان كده الدستور ده لازم اتغير. ورأيي فيه زي ما مش غيره. مش ممكن دستور كان عام رئيس جمهورية اه دكتاتور تعملي اه دستور رئيس جمهورية ملو الصلاحيات. ومؤسم صلاحيات من رئيس الوزراء. ورئيس الوزراء التي انا خش مجل الشعب. تمام? راحت رئيس الوزراء. ليه طلب شخصي. ما عاجبنيش. انا مجموعة البلانية بتاعتها قلية. هعمل ايه? هروح مجمع اتنين وتتين بتوعب تقضيها قلية. وروح كاتب طلب. بحز لرئيس الوزراء. البيان مش هتمش كده وقال. لازم تعدل. لا ما نهناقش ده انه اه لانه كمان فيه تخوفات من مجلس الشعب القادم. مجلس النواب. اه. اه. بس قبل ما اطلع مجلسه. بس قبل ما اطلع فاصل. طب هنا يعني لو انا عايز اقول لك لما تتهم اسامة ابن محمد مرسي. هل الادلة فقط في انه يستخدم هزي المجموعات ولا عندي ادلة تانية. ولماذا بعد تسريب المكالمة وردك عليها بساعات قليلة. الادلة عند النيابة العامة وعند المباحث. وانا مش عايز اضيع جهودهم. لانهم بصراحة بقالهم تماني ربعين شغالين على اعلى. وزي ما انت قدتم قبل كده تماني ربعين ساعة شغالين على اعلى مستوى. والشعب المصري هي يفاجأ بمفاجآت مزهلة عن هزي المجموعة الاجرامية البلطجي. لكن انت اتهمت اسامة ابن الرئيس المعزون محمد مرسي بالتورد في محاولة اغتيالك. طيب هطلع فصل وبعد الفصل هكمل مع الاستاذ مرتضى منصور رئيس نادي الزمالي. لا اقول مع مرتضى منصور على طول عشان انا شخصية عامة. اخذ بالك او تقول عمه مرتضى. اقول لك ايه واسم يقول السيسي. هام هو اسم السيسي. هقول له ايه. ده الناس كابتقول لك ايه السيسي رئيسي. يعني او تقول ايه اه. سيد رئيسي السيسي رئيسي. كابتقول له السيسي رئيسي. لا والناس حتى الشخصات يعني محدش بيقوله الاستاذ مكلسوم يعني. او الاستاذ عبدالحليم حافظ يعني. حضرت الاستاذ عبدالحليم حافظ. او اه اه حضرت الاستاذ جمال عبدالناصر. يعني في ناس كلا من مخفضية شوية يعني. هطلع فصل وبعد الفصل هنكمل المصيبة واختلاط ما هو اه سياسي تنظيمي ارهابي جماعة الاخوان بين كوصين بروابط تشجع الرياضة. لانه رياضة لتنقية النفوس ولتعليم الناس الاخلاق. موسيقى